ترأس وزير الزراعة السيد القصير اجتماعا لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور وزير التنمية المحلية هشام أمنى وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وبافق في الاجتماع على تخصيص بعض المساحات من الأراضي لمشروعات النفع العام في المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة وقرر المجلس خلال الاجتماع التنفيذي الفوري للتوجهات الرئاسية لتحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء وتحرير كافة العقود بشبه الجزيرة لتكون مؤمنة من مركز إصدار الوثائق المؤمنة كما تم تكليف هيئة التعمير بوضع كافة الأراضي المتاحة بولايتها بخريطة الاستثمار لطرحها على المستثمرين من خلال هيئة الاستثمار لإقامة المشاريع الزراعية المتكاملة